أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية تعالوا نقرأ كده مع بعض فرقة الوداد المنافسة على أهلي فيه طبعا كل الفرق بتلعب في دولة الأبطال عندها شخصية البطل وانا يمكن كنت من أول ما البطولة بتدت قلت أنه الأهلي الترجي الوداد سانداونز ذو الفرقة القريبة قوي من لقب البطولة أو المنافسة يعني عندها قدرة أنها تنافس لقب البطولة يمكن طريق الوداد خدمه لكن أنا شايف أنه السنة دي كمان سانداونز والترجي كانوا مقدمين كرة يعني ولا أحلى بيترو أتلتكو عمل المفاجأة مع سانداونز وفاق الصيف عمل المفاجأة مع الترجي فكانت في النهاية الأهلي والوداد شايف مشوار الوداد إزاي السنة دي وخلينا نبتدي قبل السنة دي مقارنة بين الوداد اللي قابلناه قبل النهائي وفوزنا عليه زهابا وقيابا في النجمة التسعة والوداد نسخة 22 حقيقة المدرب وليد الركراكي مدير فني شوية بطبع أوروبي يعني شايف أنه هو خد تجارب كلاعب في ملاعب أوروبية كتير وعنده شوية طور من نفسه بشكل كبير وده إدى مساحة أنه يفرد شوية أفكاره مع الوداد وشايف أنهما بيلعبوا كرة حديثة يعني أنا قلقين شوية من الوداد رغم كل ثقة طبعا في النادي الآلي ولعبتنا ولكن هم عندهم كرة حجومية بشكل كبير جدا يعني أنا عايز أقولك أنه نفس القلق ده معلش نفس القلق ده كان يحصل لو المباراة دي تتلعب في السينغيل مثلا؟ في ملعب محاية؟ لا هتفرق كتير طبعا وسط جمهورك والدفع الكبيرة جدا جدا اللي بتدهيلك جمهورك وسط ملعبك بتدي مع الخبرات الكبيرة والتمرس في لعب النهائيات بتدي ثقة كبيرة جدا جدا ما بتضغطش على أعصابك عكس يعني عايز أقولي عكس نادل آلي نادل آلي هنا وسط جميعنا عمرنا عشان كما سألتك لو المطش ده بيفرق طبعا بره نسبة العلقة تقلي كتير بالنسبة للمطش الوداد طبعا كلامك منطقي جدا عكس نادل آلي نادل آلي وسط جمير وهنا لا التمرس في لعب المباراة النهائية والبطولات بيدي لك ثقة كبيرة جدا ما بتضغطش على عصابك بتضغطش على عصاب لعبتنا أعتقد الوداد هتكون ميزة في البداية ولكن مع تأخر إن شاء الله إن شاء الله تأخر يعني إحراز أهدافه بإذن الله نادل آلي إن شاء الله يكون يعني قادرين إن شاء الله نحرز أهداف بدري شوية أعتقد ده هيدغط على عصابهم كتير جدا جدا الوداد الفترة الأخيرة يعني من شهر فبراير مثلا 21 مباراة سواء على مستوى المحلي أو على مستوى بطولة أفريقيا 21 مباراة أحرز يعني تقريبا 39 هدف ودي نسبة كبيرة جدا من الأهداف يعني شايف إنه هدفين في كل المباراة تقريبا ودي نسبة كبيرة جدا أحمد ده بيدي لك إحاق إنه فريق لوداد بيلعب كرة هجومية وكرة حديثة ادخل مرمى 14 هدف ودي برضو نسبة أعتقد لها مشؤولية هو ثلاث أقوى دفاع في الدوري ده صحيح ده صحيح لكن أقوى خط هجوم وعنده هدف البطول 37 هدف وأعتقد الهدف بتاحه من بنزا ده جاي بـ 12 هدف وهو هدف الفريق وهدف البطول وفي التالي بيدي لك بس يعني على سبيل الإحصائيات إنه فريق بيلعب كرة حديثة وكرة هجومية وده يقلق شوية ولكن خطوتهم متبعدة شوية على مستوى الدفاعي ودي شوية هتدينا فرصة كبيرة جدا جدا مع ضغط الجماهير عليهم مع ناحية طبعا الخططية وتكتكالة اللي هنلعب بها إن شاء الله يعني مستر المسلمان يشوف الأجهز من اللعبين في إنك تقدر إن شاء الله تحرز أهداف خاصة إنه يعني الرقابة عندهم صعبة جدا جدا التمركز في أخطاء كتيرة جدا جدا في خط دفاع الودايد ده نتفرجت عليهم في أكتر مباراة الرقابة والتمركز عندهم أخطاء كتيرة جدا رغم أن عندهم لعبة مميزة جدا في خط الدفاع ولكن البطء الشديد والرقابة وعدم التمركز السليم ده هدينا فرصة كبيرة جدا في إننا نخترق خط دفاعات وإن شاء الله نقدر نحرز أهداف منها مختلف عن طبعا النسخة المضاءة أو النسخة اللعبنا فيهم اللعب في الوداد وفوزنا زيابا وإيابا يعني شايف إن كرة الهجومية تقدمت كتير جدا في الوداد ودي شوية هتخلينا حرصين في ناحية الدفاعات شوية وقفل المساحات عليهم فصلا عندهم فعلا لعبين مميزين في خط الهجوم ترجمة نانسي قنقر